بالقرب من الحاجز العسكري الإسرائيلي على مدخل قرية بيتسيرة غربي رام الله القد قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا العامل الفلسطيني وتركته اللي واجه مصيره بعدما اشتبه بإصابته بفيروس كورونا كانت حالته صعبة للغاية كان يعاني منهيار نفسي خلينا نكون وأجا من الحاجز وكعد هون ونحن معرفنا شيء نتعامل معه لأنه ليس لدينا لألبسة وقائية وليس لدينا لجهاز حرارة من قص حرارة العامل اللي بدخل عنا على القرية وبعد ذلك تم التواصل مع غرفة العمليات في محافظة رام الله وقاموا بإرسال سيارة إسعاف من الهلال الأحمر الفلسطيني العامل من بيتسيرة ليس الحالة الوحيدة فهو واحد من ثلاثة عمال آخرين ألقى جنود الاحتلال بهم على الحواجز العسكرية قرب قراءهم بعد الاشتباه بمرضهم فيما كان عشرات العمال قد غادروا مواقع عملهم في الداخل بسبب الظروف غير الإنسانية التي يعايشونها في ظل انتشار كورونا بين الإسرائيليين لو أن العصابات عنا أكثر من العدد الإسرائيلي بيمنعونا نحن ندخل بس هما عندهم العصابات أكثر وإحنا الحمد لله محصور ومحافظين على أن يكون محصور وإن شاء الله راح يظل المحصور فبفتحوا المجال وبيجوا بتعاملوا بشكل غير إنساني حتى مع المصاب الحكومة الفلسطينية دعت العمال إلى عدم الذهاب للعمل في المستوطنات الإسرائيلية لكنها في كل الأحوال لا تستطيع إجبارهم على ذلك في ظل عجزها عن توفير بدائل لهم حامنا الأول هو الحماية يعني حماية أبناء شعبنا من انتشار الوباء وإن شاء الله الآن الحكومة تدرس على كل حال الآن مدار البحث الآن يجل الحديث عن إيجاد صندوق للطوارئ وصندوق للتعويض لكافة المتضررين من هذا الوباء وإن شاء الله ننجح في تجنيد الأموال الكافية ومع إعلان حالة الطوارئ في الضفة الغربية وإغلاق مدنها تدفق عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر بحثا عن لقمة العيش فيما كان اشترط عليهم فلسطينيا وإسرائيليا البقاء في أماكن عملهم على أن تكون ظروفهم الحياتية ملائمة لكن إسرائيل كعادتها أخلت بتعهدتها سرقوا أرضهم وحولوهم إلى عمال في مصانعهم ومستوطناتهم وعند المرض ألقوا بهم عند الحواجز العسكرية من دون مساعدة أو علاج هذا هو الاحتلال نسر سلمي رحم الله الميادين ترجمة نانسي قنقر شكرا